جوانب مختلفات ضمنت الملفات التي ناقشها الوفد العراقي في واشنطن مع الإدارة الأمريكية وكبريات الشركات في تلك زيارة وما نتج عنها من اتفاقيات ومعاهدات وثقها لنا مرسلنا مصطفى علوش الذي رافق الوفد الحكومي للولايات المتحدة نتابع نحو العاصمة الأمريكية واشنطن كانت وجهة الوفد العراقي بزعامة رئيس الوزراء محمد شاع السوداني زيارتنا قد لا تختلف في الاتجاه عن الزيارة الماضية لرؤساء الوزراء السابقين لكنها اختلفت هذه المرة بالأهداف والمضامين إذ أريد لها الانطلاق نحو صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن كانت أولى أجندة هذه الزيارة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدة لقاءات متفرقة مع وزراء الخارجية والدفاع والأمن الداخلي ومثلها لكلاء وزراء وعضاء في مجلس الكونغيرس عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري أما المحور الثاني فذهب بعيدا عن السياسة نحو الاقتصاد والاستثمار فوقع الثمانية عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة مع شركات أمريكية كجنرال أليكتريك وهينول وماك ومذكرة لاستغلال الغاز المحروق واستثمار الطاقة المتجددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحدود عام 2030 أما مجال التجارة فجدد العراق طلبه بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واستئناف صادرات النفط عبر خط الأنبوب العراقي التركي ومواصلة جهود الإصلاح المالي ومن واشنطن إلى هيوستن مركز كوبريات الشركات العاملة بمجال الطاقة في ولاية تيكساس انتقالة أخرى بأجندة هذه الزيارة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية للعمل بالعراق ولم يغب عن جدول الزيارة لقاء الجالية العراقية المتواجدة في الولايات الأمريكية للوقوف على أحوالها واحتياجاتها زيارة النوى مع ما حملت من أهداف يعول أن تلامس مخرجاتها الواقع العراقي وفق ما وضع من أولويات جولة مكوكية لرئيس الوزراء داخل الولايات المتحدة الأمريكية انتدت لستة أيام أريد بها الانتقال بالعلاقة من التعاون العسكري فقط إلى الشراكة المستدامة وقعت خلالها أكثر من عشرين اتفاقية ومعاهدة من الولايات المتحدة الأمريكية مصطفى الوش الرابعة